ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد ساعة من الزمن لم يخرج الرجلان بمؤتمر صحفي مشترك كما كان متوقعا وبدلا عن ذلك خرج وزير الخارجية الروسي وحيدا في مؤتمر صحفي من السفارة الروسية لم يأتي بجديد تناقشنا اليوم حول سبل المختلفة للتطبيق المشترك لاتفاقية مناطق خفض التصعيد ونأمل أن تكون أطر العمل التي يتمحور حولها هذا الاتفاق محل قبول من جميع الأطراف اجتماع بدأ مخيبا للآمال الروسية التي كانت معقودة على الخروج بدعم أمريكي واضح وتبن لاتفاق الأستان الأخير اتفاق استثمرت فيه روسيا الكثير بعد فشل اتفاق وقف إطلاق النار الأول في فبراير شباط الماضي هنا يلتقي مسؤول قطبي العالم من الشرق والغرب لبحث الشأن السوري وبينما تبقى أنظار الساسة وباحثيهم معلقة بقمة مرتقبة بين الطرفين لم تحدد بعد تبقى آمال الناس معلقة بنتائج هذه اللقاءات على حياتهم ومستقبلهم قتيبة إدلبي أوريانت نيوز واشنطن